بعد ولاية أدرار كان الموعد الأحد مع زيارة وزير شبابي ورياضة سيد علي خلدي رفقة كاتبتها الدولة المكلفة برياضة النخبة سريما سواكري إلى ولاية غردايا أين أشرف الوزير على تتشين وزيارة المرافق الرياضية على مستوى هذه الولاية أبرزها المسبح الشبه أولمبي ببلدية بريان وكذا تتشين القطب الرياضي واد نشو بالإضافة إلى بيت الشباب ببهراوة مع زيارة المركب المتعدد الرياضات ببلدية العطف والتغطية لوليد المعمري أن الجزائر الجديدة لا تبنى إلا بسواعد وعقول الشباب ويكون للشباب فيها الكلمة الأولى والأخيرة وبالتالي الهدف الاستراتيجي من المخطط الوطني الشباب هو مشاركة الشباب في الحياة العامة وفي الحياة السياسية من بين الأهداف الاستراتيجية لهذا المخطط أولا استعادة الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة على أساس بناء عقد اجتماعي جديد مع الشباب ثانيا تجنيد الشباب وتعبئتهم في مسار التنمية الشاملة المستدامة التي نريدها للجزائر وتالتا تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة العامة وفي الحياة السياسية